نعم عمر في الحقيقة لا أسمعك بشكل جيد وواضح لكن دعني أبدأ فيما حدث في الجبهة الشمالية اليوم كان هناك استهدافات كثيرة تشبه يعني ما حدث أو ما يحدث يوميا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ بدء الحرب على قطاع غزة وهذا يختلف عن التصعيد الذي شهدناه في الأيام الأخيرة الماضية اليوم كان يعني يوم بين هلالين روتيني أعمال حربية روتينية على الأقل سبع مرات كان هناك إطلاق صواريخ مضادة للدروع على مواقع للجيش الإسرائيلي على طول الشريط الحدودي من مزارع شبعة في أقصى الشرق وحتى مواقع بيرانيت ومتات في القطاع الأوسط وحتى أيضا القطاع الغربي من الحدود الإسرائيلية اللبنانية كان هناك أيضا قذائف صاروخية أطلقت نحو مدينة كرياتشموني وهي مقاومة على أنقاض قرية الخالصة الفلسطينية هذه المدينة القريبة من الحدود الإسرائيلية اللبنانية أقرب حي إلى هناك يبعد نحو ثلاثة كيلومترات ونصف عن الحدود كان هناك عشرين قذيفة صاروخية رصدت من قبل الجيش الإسرائيلي أسقط بعضها وخمسة عشر قذيفة كانت قد سقطت في مناطق مفتوحة وأدت إلى تصاعد أعمدة الدخان كانت واضحة أيضا إسرائيل أطلقت قذائف مدفعية ثقيلة بشكل كبير جدا نحو القطاع الشرقي للجنوب اللبناني كان أيضا استهداف لمواقع استطلاع ومواقع رصد لحزب الله حتى الآن لم يبلغ عن أي إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي نتيجة هذه العمليات الحربية أيضا لم يكن هناك بلاغ عن أي إصابات أيضا في صفوف حزب الله يمكن القول بأنه يوم هادئ نسبيا خاصة إذا ما قررناه بالتصعيد الذي شهدناه قبل ثلاثة أيام على الحدود الإسرائيلية اللبنانية هذا من حيث الجبهة الشمالية لا شك بأن الأعين اليوم كانت متجهة نحو غزة نحو ما يحصل في غزة القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى الشفاء حتى الآن لم يصدر أي شيء أو دلائل بشأن ما وجدته إسرائيل أو قوات الاحتلال في مستشفى الشفاء قبل قليل أكد مصدر أمن إسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية انسحبت من داخل المستشفى ولكنها ما زالت متواجدة في محيطه ما نفهمه أيضا من المصادر الإسرائيلية بأن القوات الاحتلال ستستمر بفحص المنطقة المتواجدة تحت مستشفى الشفاء بمعنى المنطقة تحت أرضية للمستشفى وربما تستمر هذه العملية لأيام كما قلت حتى الآن كان هناك تضخيم كبير من قبل الجيش الإسرائيلي في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول مستشفى الشفاء كرمز يعني كمركز قيادة لحماس كمكان أيضا ربما يتم فيه احتجاز الإسرائيليين الذين الموجودين الآن في قطاع غزة حتى الآن لم تقدم أي دلائل ولا على أي ادعاء كان قد تحدث عنه الجيش الإسرائيلي ولكن بعد قليل سيكون هناك مؤتمر للناطق العسكري الإسرائيلي ووفق البيان سيكون هناك تطرق لما حدث في مستشفى الشفاء ولكن حتى الآن ما نراه هو تضخيم لما تعتقد إسرائيل أنه موجود في المستشفى أو في محيط المستشفى أو تحت مستشفى الشفاء خاصة وأنه إذا كان بالفعل هناك أي مقر لقيادة حماس لا شك بأنه كان قد أفرغ منذ وقت طويل ويبدو بأن الدخول إلى هناك كان أكثر رمزية ورسائل رمزية ورسائل تهديد من أنه أمر حقيقي أو وجود أي موضوع عسكري هناك قد يكون مفيد لهذه الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ولكن كما قلت سننتظر أيضا المؤتمر للناطق العسكري لنرى الأمور التي لم يتم ربما الحديث عنها حتى الآن بالنسبة لما يحدث في مستشفى الشفاء خاصة مع قطع مع انقطاع الاتصالات من داخل المستشفى وصعوبة خروج المعلومة ولكن فقط كلمة أخيرة لا شك بأن المستشفى كان هناك تضخيم كبير لما يعنيه هذا المستشفى للعملية الحربية الإسرائيلية اشتركوا في القناة